كم مرة ذهبت للعمل وأنت غير راغب في ذلك؟ يعرف هذه الظاهرة بالاستياء من الوجود في مكان العمل وفي دراسة حديثة أجرتها شركة فيتاليتي للتأمين الصحي في بريطانيا قال أكثر من 40% من الموظفين إن عملهم يتأثر بمشاكلهم الصحية وهو رقم ارتفع بمقدار الثلاث خلال السنوات الخمس الماضية وتوصلت الدراسة إلى الناس يضعون جانبا مشكلاتهم الصحية النفسية والبدنية من أجل الذهاب إلى العمل وفي تقريرها السنوي الأخير حول الصحة والرفاهية في أماكن العمل رصد معهد تشارترد لشؤون الموظفين والتنمية في بريطانيا أدل على وجود تجوجهات غير صحية في أماكن العمل وقال المعهد إن 83% من شملتهم الدراسة لاحظوا ظاهرة الاستياء من الوجود في مكان العمل في مؤسساتهم إن 25% منهم قالوا إن المشكلة تفاقمت منذ العام السابق